مرحبا اليوم راح اسوي معاكم السيك بخلطتي الخاصة انا هون اخترت نوع اللحم تندرلوين تقريبا جبت تسع قطع و راح اتبلها بصوصات السيك المعروف المتوفر بكل الجمعيات فيكم تختاروا اي نوع بدكم اياه انا اخترت الاريجنال سيك سوس هذا النوع الاول و راح استخدم ام اف سيك سوس كمان يعني انهاي خلطة للامان خلطة دايما بسويها انتو حرين بنوع السوس اللي تستخدموا و فيكم بس تكتفوا بالملح والفلفل الاسود عالطريقة التقليدية ولكن هاي الخلطة جدا لذيذة حطيت باودر التوم تقريبا ملعقة صغيرة اوكي و راح احط الروك سولت اللي هو الملح الصخري تحطو شوي لانه معظم السوسات فيها ملح فلا تكترو بس هيك بكفي و راح احط شوي من السايا الصوس المعتدلة فابرجع بعيد و بذكر انه انتو حرين بنوعيات الصوس راح تستخدموها و راح استخدم باودر الخردل شوي اذا ما عندكم باودر الخردل فيكم تحطوا خردل عادي ملعة صغيرة حطيت كمان فلفل اسود و راح استخدم باودر البصل طبعا بحب اكتر شوي من باودر البصل و زيت زيتون اكيد و راح استخدم ابهارات الفلفل المجفف انواع الفلفل المجفف طبعا هذا النوع من البهارات كمان فيه ملح فراح اكون شوي حريصة ما راح ازيد و عندي هون شوية اوريغانو الاوريغانو كمان طيب معاه راح احط ابهارات الاستيك اللي هي الماجيك سبايسيز معروفة كتير هذا النوع من البهارات و كتير طيب مع الاستيك طبعا هاي النوعيات اللي انا ضفتها كانت ذوقي الشخصي و يعني انا جربتها من قبل و كتير ضبطت معي راح احط عصرة ليمونة و احرك جميع المكونات مع بعض عشان يمتزجوا تماما طبعا بالنسبة للستيك النوعية اللي اخترتها زي ما قلت لكم تندرلوين هي نوعية كتير طرية فما بحتاج نضيف خل ابدا في ناس بحطوا مع الاستيك خل انا ما بحب الخل مع الاستيك للامانة المهم هلأ بعد ما خلطت الخلطة كلها مع بعض و هلأ راح اتبلها بالستيك انتبلها كتير منيح اقل اشي لازم تكون منقوعة لمدة اربع ساعات و يفضل قبل بيوم بتطلع كتير اطيب شايفين كيف نتأكد انه الصلصة طبعا غطت جميع القطع هلأ انا خليتها اربع ساعات و قبل ما ابلش بقلي قطع الستيك راح اطلعها من التلاجة طبعا انا حطيتها بالتلاجة يعني منقوعة اربع ساعات داخل البراد قبل ما ابلش اقليها راح اطلعها قبل بنص ساع عشان تاخد حرارة الغرفة حطيت شوي زبدة و نطرت على ما دابت و هلأ ببلش اقلي قطع الستيك كل قطع لحالها لا تقلو قطعتين قطعتين او تلاتة تلاتة لا كل قطع لحالها حطيت توم و شوي روزماري فرش طبعا درجة الحرارة بالبداية بتكون مرتفعة عالية لمدة فقط 20 ثانية بعدين بخليها متوسطة لا تخلو النار كتير عالية لانه ممكن تنحرق معاكم و انا هون طبعا بدي تكون طبعا نوعية النضوج الهي ميديوم وال يعني مو ناضجة تماما فهون على كل جهة رح اخلي قطعة الستيك من دقيقة و نص لدقيقتين فقط اما اذا بدكم اياها والدن الهي تامة النضوج لازم كل وجهة اقل اشي دقيقتين و نص الى تلات دقايق بس معروف الستيك لازم يكون عن جد اذا بدكم اياها طيب يكون ميديوم وال هلا هيك خلصت و طلعها و خليها ترتاح خمس دقايق قبل ما نقطعها بهاي الأثناء رح اجهز الماشروم عندي قطعتين ماشروم كبير رح انزلهم فوق الزبدة و رح اضيف عليها على الوجه الاول شوية ملح و باودر الثوم و شوي فلفل اسود و ببلش اقلي بالماشروم اضيف على الجهتين و اضيف على الجهة الثانية نفس البهارات اللي حطيتها على الجهة الاولى طبعا انتم عارفين ان الماشروم ما بينغسل بس من اشره طبعا انا اشرته و كنت ناسي هاي القطعة رجعت حطيت نفس البهارات اللي هي فلفل اسود ملح و بودر الثوم الماشروم بياخد وقت كتير عن النار هلا خلص اخر شي بحط شوي موزرلا تشيث او اي نوع جبني عندكم و عشان اساعد الجبني انها الدوب حطيت شوي مي مغلية عشان البخار يدوب الجبن و غطيت عليهم بس ثواني بس يعني ثواني دقيقة بالكتير دقيقة كافي حتى هيك الجبن خلص دابت شوفوا كيف بخار المي ساعدها انه الدوب و صار الماشروم عندي جاهز والستيك طبعا ارتاح اخد خمس دقايق طبعا بالراحة درجة النضوج اللي انا بحبها هاي هي الميديوم مل شايفين كيف كتير طيبة و نوعية اللحمة جدا لذيذة و طرية و نصيحة مني جربوها خلطة السوس هاي يمكن انتوا تفكروا انها كتيرة اوكي يمكن كتيرة صح بس جدا جدا لذيذة بتعطي نكهة مميزة للاستيك بس هيك بقطعها يعني ما شاء الله ما شاء الله درجة النضوج ممتازة و قطعة الماشروم طبعا لا احكي لكم قدة طيبة و بس سبلش عليها شوية فلفل اسود اذا عندكم ماش بوتايتو اذا عندكم فرنش فرايز باستا ممكن طبعا اضيفوه مع هذا الطبق و علينا و عليكم ب الف عافية جربوه كتير طيب و مميز و مع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة